عاد الى ارض الوطن الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعد زيارته الرسمية الى العاصمة اليونانية اثينا حيث التقى بالرئيس اليوناني بريكوبوس بافولوبوليس والذي نقل خلالها تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة كما عقد الفريق اول صدق صبحي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين اليونانيين شملت السيد اليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني والسيدة زواء كونستاناتوبولو رئيسة البرلمان ووزير الخارجية نوكلس كوتزياس تناولت العلاقات الثنائية في شقها العسكري وتطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقة والحرب على الارهاب وكان القائد العام قد بدأ زيارته باستقبال رسمي من نظيره اليوناني بانوس كامينوس وعقد الجانبان جلسة مباحثات شملت سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين ونقل وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات وشهد القائد العام في ختام زيارته بيانا عمليا للقوات الخاصة اليونانية يرافقه وزير الدفاع اليوناني كما تفقد معرضا يضم أحدث أسلحة الجيش اليوناني التي استخدمها في البيان العملي ترجمة نانسي قنقر